ماذا يمثل هذا الانجاز للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بشكل خاص ولمملكة البحرين بشكل عام؟ السلام عليكم، في البداية أنا أحب أني أشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة وحب أني أشكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على دعمهم المستمر لبناء قدرات ومهارات شبابية بحرينية طموحة وهذا الانجاز يؤكد على كفاءات الشباب البحريني الذي يحظى على الثقة ويتنافس في إبراز جهود مملكة البحرين في جميع المحافلة المحلية والدولية للتحقيق رؤية جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه لتكون مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال علوم الفضاء وأن هذا الانجاز يعتبر سلسلة من الانجازات السابقة وأننا بإذن الله مستمرين في العطاء ونتطلع للمزيد من الانجازات ما هو الدور المنوط بك كقائد لنوابغ الفضاء العرب؟ دوري كقائد لنوابغ الفضاء العرب يطلب مني أولا أن أكون قدوة وخير مثال للفريق الحالي من العرب وللمشاركين الجدد الذين ينضمون لنا في كل فصل دراسي ثانيا وبشكل جدا مبسط أنا أقوم بالمساهمة والعمل مع الإدارة في وضع خطة عملية مدروسة ودقيقة لكل عضو من أعضاء الفريق طبعا بحسب اختصاصه العلمي وخبراته التراكمية في المجال لضمان مشاركته في تنفيذ مشروع القمر الصناعي العربي 813 على الوجه الأمثل وهذه مهمة تطلب الكثير من الوقت والجهد لأتمكن من قيادة الفريق لتحقيق كافة أهداف هذا المشروع العربي المتميز نعم الأستاذة عيشة الهجري محلل بيانات فضائية أول بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء نجدد لك التهنئة ونشكرك على هذه المداخلة اشتركوا في القناة